المساء الرياضة كيف لا والأندية شرعت في خط رسائل احتجاج إلى اللجنة المركزية للتحكيم مشتكية من أداء بعض الحكام ففي بلاغ رسمي لنادي الجيش الملكي انتقد العساكر مردود الحكم مصطفى الكشاف الذي قاد أمس مبارتهم ضد نهدة بركان والتي انتهت بالتعادل هدف في كل شبكة إدارة الفريق العسكري اعتبرت قرارة الكشاف بأنها كانت مجحفة متسائلة في الآن عينها عن جدوى الفار وعدم العودة إلى هذه التقنية لتأكد من الحالات المشكوك فيها واحتج الجيش على عدم اعلان الحكم عن ركلتي جزاء استفزاز اللاعبين قبل أن يطرد المدرب فاندينبروك واللاعب ريد المهناوي بعد نهاية المباراة وطلبت إدارة العساكر دائما فتح تحقيق تجاه أداء الحكم الكشاف في سياق متصل راسل أيضا نادي أولمبيك آسا في الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم من أجل الاحتجاج على التقم التحكمي بقيادة الحكم سمير الكزاز الذي أدار مبارته أمام مولودية وجدة وأكد الفريق المذكور في بلاغ لها أن الحكم الكزاز تخذ مجموعة من القرارات الخطئة في المباراة مشيرا إلى أنه حرم الفريق المسفيوي من إضافة الهدف الثاني مما أثر سلبا على اللاعبين في المغرب دائما بعد الهيكلة الجديدة للإدارة التقنية للمنتخبات الوطنية أعلن الحسين عموتال مسؤول عن قطب المنتخب الوطني لأقل من 23 سنة والمنتخب الوطني الرديف أعلن عن أسماء الأطور التقنية التي ستقوم بتدريب هذه المنتخبات وسيشرف هشام الدميع على تدريب المنتخب الوطني لأقل من 23 سنة بمساعدة ميلود مذكر في حين سيواصل الحسين عموتالإشراف على المنتخب الوطني الرديف بمساعدة كل من هشام الدميعي وميلود مذكر ورشيد بن محمود المنتخب الوطني الرديف للإشارة الذي سيشارك في كأس العرب تحت إشراف الفيفا في الأراضي القطرية شهر ديسمبر القادم أوروبيا شارك اليونيل ميسي في ميراني باريسان جيرما الفرنسي اليوم وسط توقعات بخوضه مباراة مونشستر سيتي غادن الثلاثة في الجولة الثانية من دور المجموعات لدور أبطال أوروبا لكرة القدم غاب المهاجم الأرجنطيني عن مبارتين بالدوري الفرنسي بسبب مشكلة في الركبة بيد أنه لم يبدو متأثرا بالإصابة في تدريبات صباح اليوم ومن المرتقب أن يكون ميسي حاضرا مع المجموعة ديدا سيتي لكن قد لا يشارك أساسيا وشارى مدرب الفريق موريسيو بوكيتشينيو في سياق منفصل لأن اليونيل ميسي الذي انضم للنادي الفرنسي بعقد يمتد لعامين عقب مغادرة بارشلونا بأنه سيحتاج إلى وقت للتأقلم مع النادي الباريزي كما أكد بوكيتشينيو من جاتين ثاني أن لعبه ماركو فيراتي سينضم لتشكيل على الأرجح بعد غياب لعب وسط إيطاليا عن أربع مباريات بسبب إصابة في الركبة ويملك باريسان جيرما للإشارة نقطة واحدة من التعادل هدف لمثله مع كلوب روجة البلجيكي بفارق نقطتين خلف سيتي الذي سحق على ليبزيك في المرحلة الافتتاحية بستة لثلاثة مباراة باريسان جيرما ومونشستر سيتي تنطلق غدا في تمام الساعة الثمينة مساءنا دايما مع مستجدات الأندية في القارة العجوز أعلن مدرب ميلان الإيطالي ستيفانو بيوليانا مهاجم والمخادرم الدولي السويدي زلطان إبراهيموفيتش لن يتعافى في الوقت المناسب لخوض المواجهة أمام أتليتيكو مادريد الإسباني غدا الثلاثاء برسم الجولة الثانية من تشابيانس ليغا الأوروبية دور المجموعات دايما وألمح مدرب روسونيري لعدم احتمالية عودة إبراهيموفيتش للمستطيل الأخضر هذا الأسبوع قاريا أو حتى محليا أمام فيورنتين الأحد المقبل والذي يصادف بالمناسبة يوم عيد ميلاد المهاجم السويدي الذي سيحتفل ببلوغه سن الأربعين ولم يخد إبرا سوى ثلاثين دقيقة بقميس ميلان منذ انطلاق الموسم الجديد حيث أجبرته إصابة في الركب على الابتعاد قصرا عن الملاعب في حين من المستبعى دنيا تعافى قبيل الاستحقاق القاري لفريقه المتوج بلقب المسابقة الأم سبع مرات وكان ميلان استهل حملته القارية بخسارة خارج ملعبه في الجولة الافتتاحية أمام ليفربول الإنجليزي بثلاثة أهداف لهدفين إلى إنجلترا لحظة حيث سيكون ندي برايتون على موعد مع التاريخ عندما يحل ضيفا على كريستال بلاس في لندن في ختام الجولة السادسة من الدور الإنجليزي مساء اليوم سينجح برايتون في اعتلاء صدارة ترتيب العام للبريمير ليغ في حال تحقيقه النقاط الثلاث إذ يملك الآن 12 نقطة متخلفا بنقطتين فقط عن المتصدر الحالي ليفربول يعتبر فريق الجنوب الإنجليزية حدف ضالفورق الدوري هذا الموسم لثبات مستواه وقدرته على إحراز الأهداف كما أنه لم يخسر في ملعب سيل هيرست بارك في آخر ثلاث مواجهات بين الفريقين في لندن مباراة برايتون وكريستال بلاس تنطلق في تمام الساعة الثامنة من مساء هذا اليوم بعيدا عن كرة القدم إلى ريادة الغولف اللحظة حيث توجى فجر اليوم المنتخب الأمريكي بلقب بطولة رايدر كاب العالمية للغولف بولاية واسكانسن الأمريكية الرفاق المخضرم داستان جونسون حسموا اللقب لصالحهم أمام المنتخب الأوروبي بحصة تاريخية تسعة عشرة نقطة مقابل تسعة تفاصيل التتويج الأمريكي في تقرير للزميل الحسن الجابري منتخب الولايات المتحدة الأمريكية يفرض كلمته في النسخة الثالثة والأربعين من بطولة رايدر كاب للغولف على مسالك ويسلين ستريس بولاية واسكانسن الأمريكية المنتخب الأمريكي حسم المواجهة أمام نظره الأوروبي بنتجة غير مسبوقة تسعة عشر لتسعة مستعيدا بذلك اللقب الذي خسره في النسخة الماضية وليرفع عدد تتويجاته في البطولة التي تقام كل سنتين إلى سبعة وعشرين لقبا تتويج ظهرت ملامحه منذ أول يومين للمنافسة اللذان أنهاهما رجال عميد المنتخب الأمريكي ستيف ستريكر بأحد عشر لخمسة مباريات الفرد في اليوم الأخير لم تحدث خلالها المعجزة بالنسبة للمنتخب الأوروبي رغم خبرة عدد من لعبه منتخب أمريكا بجيل شاب يتقدمه كل من كولين موريكا وجوردان سبيت أضاف ثمان نقاط إلى رصيده وحسم اللقب لصالحه ستيف ستريكر عميد المنتخب الأمريكي يتحدث بعد هذا التتويج لقد كان أسبوعا مميزا قلتها عدة مرات طوال الأسبوع كل هؤلاء الرجال شمعوا معا قبل أسبوعين عندما بدأنا التدريب رأيت قوة روابط الصداقة التي جمعتهم والرغبة في الاستعداد وتحقيق الهدف لقد تمرنوا كثيرا من أجل ذلك إنها مجموعة مميزة كان أمرا جميلا أن نكون جزءا من كل هذا خاصة هنا في ويسكنسون ويسكنسون وضعت النسخة الثالثة والأربعين لرايدر كاب والمنتخب الأمريكي سيبحث عن الدفاع عن لقبه بالأراضي الأوروبية بالذات بمدينة جويدونيا مونتي سيليو الإيطالية حيث تجرى النسخة المقبلة بعد سنتين وقبل توديعكم مستمعين الأوفياء نعرج إلى رياضة تنس حيث صعدت نجمة تنس التونسية أنس جابر للمركز السادس عشر عالميا بعد أن قفزت مركزا في تصنيف العالم الجديد الذي صدر اليوم لتحقق أنس جابر بذلك أفضل ترتيب لها في مسيرتها الاحترافية ورغم عدم مشاركة جابر منذ أسبعين فهي بطولة إلى أن فشل اللاعب الكازاخ الثانية إيلينا ريباكينا في تخطي الضوء الربعين من بطولة أوسترافاج جعلها تهبط في الترتيب إلى المركز السابع عشر مما كان أنس جابر من الصعود بدلا منها بهذا مستمعين الأوفياء نضع نقطة نهاية عدد اليوم من مساء الرياضة نشكركم على حسن